اختتمت وزارة العدل فعاليات مؤتمرها الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي التولدي وأثرها على حقوق الملكية الفكرية والذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يستهدفه لأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد عدة جلسات نقاشية ندمت وزراء وخبراء ومتخصصين ورؤساء هيئات قضائية اختتمت وزارة العدل فعاليات مؤتمرها الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي التولدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية والذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر يستهدفه لأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي حقيقة وزارة العدل مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لعل احنا من أولى الوزارات التي اعتمدت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها فكان هناك توجيه من معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل بضرورة الاستفادة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي احنا عندنا عدد من المشروعات لعل احنا خطناها على الفلاير الخاص بالمؤتمر عندنا منظومة تحويل الصوت إلى نص احنا بنلغي فكرة سيكتير الجلسة التقليدي اصبح الآن الحوار الذي يدار داخل قاعة الجلسات يسجل باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقضايا تتداول ما بين النيابة العامة والمحاكم عن طريق تطبيق يعتمد أيضا على الذكاء الاصطناعي انا محتاج ان انا انظم المسائل اللي ممكن تكون مضرة في الذكاء الاصطناعي كما تم تطرق الى تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات الثقافية والابداعية بما فيها المسرح والموسيقى والكتب والنشرة موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات الثقافية والابداعية اصبح حقيقة واقعة كل الامثلة اللي انا تكلمت عنها سواء فيما يتعلق بصناعات السينما او فيما يتعلق بالفنون ولوحات الفنية والرسوم او فيما يتعلق بانتاج الدرامي او فيما يتعلق بالسوشال ميديا او فيما يتعلق بالموسيقى الـ AI دخل في كل هذه المجالات اذا هو المؤتمر الاول من نوعه لتناول الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر واستعراض الجهود الدولية لتنظيم قانون ينظم وعمله وكذلك اثر هذه التكنولوجيا على حقوق الملكية الفكرية محمد الخطيب التلفزيون المصري